طيب وانت بتلعب في اي حي من الاحياء مين اللي شافك وقال نهاني رمزي ده هيبقى لعيب هنحطه في اطار كده وهيبقى لعيب كويس ما كانتش حد يعني هو كشفين موجود يعني النقلة بتاعتي من الشارع للنادي ما كانتش عن طريق كشف لكن عن طريق الاختبارات ما كانتش في حد موجود مثلا وقال اه انت يعني مش ناوي تلعب في نادي او 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 كلام جي مختلف مختلف لا خالص عن طريق اختبارات النادي الاهلي انت في الاول قالوا انت في الترسانة شافك واحد من الترسانة ده بعد ما دخلت النادي الاهلي دخلت الاختبارات دخلت الاختبارات مين من المدربين في الاختبارات اللي كانت كابتن مصطفى حسين طبعا رحمة الله علي هو كابتن فاتح حسين طلع اجيال كبيرة جدا كلنا اولاد كابتن مصطفى حسين هو يعني اللي كان موجود في حقول لحضرتك جات ازاي مرة رجعت مرة رجعت تأخرت شوية في الشارع ووالدتي ووالدي تقلق عليا جدا فانا كنت برا المنطقة يعني برا الحتة عبدين شوية فتلاقتي حتة تانية كنت شاي؟ بس هو كنت تعبهم شوية في موضوع الكورة ده انا يعني على طول بالعب كورة كنت شاطر في الدراسة؟ اه كنت واخد بالي من دراسة كويس اوه ما كانتش معطلاني بالعكس ساعات الرياضة بتخلي الواحد تركيزه اعلى خليك فريش هي الفكرة ان في يوم الايام اتأخرت شوية ووالدي دور عليا ونزل الشارع دور عليا مش لقيني فانا رجعت متأخر يعني ان نبني بشكل كبير جدا مدرباكش ايه؟ مدرباكش حاجة كده علي فروحت يعني بعديها بيومين راجع من المدرسة فقال لي بقى انسى موضوع الشارع راح جاب تذكارة كان اختبارات عبارة عن تذاكر كده صغيرة بعشرة جنيه؟ اه لا كانت اقل من كده كمان سنة كام الكلام ده؟ سنة نقدر نقول انا دخلت النادي الاهلي وانا عندي حداشر سنة حاجة يعني اواخر اواخر سبعينة اه خمسين ارش انا خمسين ارش فقال لي بص جبتلك جبتلك هنعمل ديل لو هتروح الاختبارات مشفيد كويس في النادي الاهلي هتكمل كرة في النادي الاهلي ما انفعتش انسى موضوع الشارع ده خالص وركز بقى في الدراستك وتوعدني بكده فقلتله خلاص ماشي اتفقنا وطبعا كان كانش كمان هو اكيد عنده امل كبير ان انا يعني هاخش النادي الاهلي لان اعداد كبيرة جدا جدا طبعا كان بالخمس سلاف والعشر تلاف في اليوم طب هل لو الوالد كان مشجع اي نادي اخر كان ممكن وديك النادي اللي هو بيحبه وارد لكن احنا كلنا زي ما بقول حضرتك احنا كلنا عائلة اهلوية بنحب النادي الاهلي جدا كلنا يعني لا ومن عبدين للنادي الاهلي دي سهل بالزبط يا دوبك من التحريد واخد قصر النيل المشوار اللي كنت باخده دوت فاكر كويس جدا يعني فاكره في الاول طبعا كان والدي هو اللي بيوديني او خالي اللي بيوديني بعد كده سابق بقى قال لي روح انت بقى مع نفسك كنت بامشي لغاية التحرير اه بامشي لغاية التحرير اه ااخد اوتوبيس واطلع قصر النيل وانزل وامشي بقى طيب بعد ما كابتن الصفح حسين شافك رحمة الله عليه قالك ايه في الاول كابتن طبعا كانت اختبارات طويلة مش قصيرة يعني احنا كنا الاف موجودة فاول مرة بقى عرفت ان هو الكلام جدي جدا لان كل تصفية تعالى بكرة تعالى بعد بكرة وابدأ اه مرحلة المرحلة بغاية ما كابتن مصطفى حسين قال لي اه روح مع عم جمعة الله يرحمه بارده الله يرحم مع عم جمعة يعني من اه من اه ده على العبك كير اوي اه تاريخ كبير تاريخ على المستوى الاداري في قطاع الناشئين في النادي الاهلي قال لي روح عم جمعة واستناني في المكتب فروحت وقعدت فقال لي تجيب تجيب والدك وتجيب شهادة ميلادك وصورة والاجراءات التبعية عشان هتبقى موجود معانا كان في حاجة اسمها مدرسة الكورة ايوا قبل ما ابدأ مسابقات قطاع الناشئين مين كان يدرب في مدرسة الكورة اعتقد الكابتن احمد عبدالباقي في فترة وكابتن بعد ما بطلت اه دكتور طبعا الله يرحب الدكتور مفتي ابراهيم اه وبعدين تدركت بقى كابتن ابراهيم عبدالصمد وكان كابتن انور سلامة يعني مريت على مجموعة كبيرة من المدربين فدي اللحظة اللي حست خلاص وكان طبعا كنت فرحان جدا وروحت قلت الوالدي انا كسبت الراهان وحلعب كورة في الناس لما قالوا لك هات الاستمارات او شهادة الميلاد والصور وانت مروح كده على كبرى اكيد انا انا حاسس بيك مشيت من ند حد عبدالبا انا ما روحتش باوتوبية يعني مرجعتش انا خدت الكبري جري كبرى اصر النيل عشان اوصل لعبدين عشان اوصل الاول للتحرير واخد حاجة للعبدين فدي من فرحتي جريت جريت لحد البيت جريت لغاية التحرير وخدت مواصلة الولد استقبل الكلام ده ازاي؟ فرح جدا طبعا والدتي الله يرحمها الله يرحمها كانت الآن الآن شوية برضو في الوقت ده الكورة لأ يابد طب ودراستك طب هتروح النادي ازاي واحد يعني الحتة دي كانت الهات كانت الآن شوية مع الوقت طبعا هي كمان بقت تشجعني لما لقيت الموضوع انا ماشي كويس في دراستي وماشي كويس في الكورة في الآخر بس يمكن في المراحل الأخيرة من الدراسة طبعا مع مجودي بقى مع منتخب الناشئين لما احنا كل ده لسه بقى بنتكلم في النادي الآن يعني كان كانتو من صبع سين جبتله الاستمارات وجبتله من الصخرة وجبتله الصور وكلام وقال لك هت الولد معاك ايه اللي حصل بقى لما دخلته على عم جمعة طبعا انا رحنا ومضينا الاستمارات وكنا فرحانين جدا جدا وقال خلاص انت هتكون موجود في مدرسة الكورة هنديك هنديك كوبون كده الكوبون ده هيبقى لما تيجي تروح تتغذى بيه الوجبة بتاعتي الوجبة بتاعتي طبعا كلنا عدنا طبعا كانت حاجة معترمة جدا وان كنت فرحان جدا فيصل تراتي بالقديم بالضبط فدي بيدينا كوبونات كده قال لي انت هتكون موجود مع الفرقة من الاسبوع اللي جاي يعني بيت اساسي خلاص اه التزم بمواعيدك وكان يعني بيكلم كأب يعني بصراحة اه لا كابتو مستوى عسلم بقولك هو ليه فضل علينا بعد ربنا كلنا صحيح فكنت سعيد جدا وبدأ بقى يتشهر شوية في المنطقة هني راح النادي الالي فرقة معتر المدرسة اه طبعا فرقة طبعا باسم النادي الالي لما طبعا طبعا واحد في المدرسة او بيلعب في المدرسة الكرة في النادي الالي يعني كان 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 ولاد صغيرين بقى فرقت معك في شخصيتك اه اكيد اه اكيد اه اللي تعلمته في مشوار النادي الالي فرق معي على مستوى الشخصي وعلى مستوى المنطقة اه في الجزء الصغير ده الا ان كان في الوقت دوت كمان ما كناش بنتعلم كرة بس كنا بنتعلم كمان ازاي تتعامل مع زميلة اخلاق وده مهم جدا وده رسالة مسلوم حياة تانية خاصة يعني مدرسة الكرة وقتها النشئين عليه دورين دور انك ازاي تبني شخصية شخصية النادي الاهلي والشخصية العب النادي الاهلي كشخصية التعامل مع زميلك التعامل مع المدربين التعامل مع حتى وانت في الدراسة مع مدرسينك كان بيقولولنا اللي هيسقط في الدراسة هيبقى عندنا مشكلة معاها يعني كان فيه تشجيع طبعا ان انت اه لا وفي نفس الات فيه تخويف كمان بالضبط يعني خلاص انت مش جاي هنا لا المتواجد في النادي الاهلي لازم تكون كمان على المستوى الدراسي لازم يكون كويس وما يجيش شكوى من المدرسة هوا 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 يعني اكيد بدايتك كانت مع النشئين كان سنك كم سنة انا كان سني حوالي حداشر سنة حداشر سنة مدرسة الكورة مدرسة الكورة طلقت المدرسة الكورة الاول مرة عشان تلعب او مين انت مدرسة الكورة تلعبوا بتعبلوا ماتشات مع فرق لا لا تدريبات ومباريات صغيرة طبعا في مساحات نص الملعب تعليمية كلها تعليمية كلها لان السن ما كانش يسمح نلعب مباريات اه لكن كان فيه بعض المباريات الودية الصغيرة يعني في شكل مهرجانات وشكل دورات بعدين المرحلة اللي بعدها كانت مع قطاع النشئين الاشتراك بقى في المباريات كم سنة بدأت؟ تحت تلاتاشر سنة تلاتاشر سنة مين كان مدربك ساعتها؟ اعتقد كابتين احمد عبدالباي احمد عبدالباي ما تذكر يعني كان موجود ولعبنا بقى وكان اول مرة بتلعب بقى وفيه حكم في الملعب وفيه جمهور بيحضر اه طبعا كان جمهور بيحضر وكان بقى خلاص خالي بقى لا وانت بدأت كمان في حاجة انت بدأت على ستادي بتيتش اه طبعا ودي في حد ذاتها بقى ده كبير قوي